السلام عليكم بشرحكم الان كيف نسدد فاتورة STC او اي فاتورة اخرى سواء موبايلي او غيرها من خلال تطبيق الراجحي طيب اول ما ندخل للتطبيق نضغط على خيار المدفوعات بعد كذا اذا ودنا ننضيف الفاتورة بشكل دائم نضغط على خيار اضافة فاتورة جديدة اما للتسديد لمرة واحدة نضغط على خيار تسديد لمرة واحدة بعد كذا نختار الاتصالات والانترنت ثم نحدد شركة الاتصالات اللي نبي نسدد فاتورتها مثلا فاتورة بسددها STC نضغط على شركة الاتصالات السعودية بعد كذا في هذا الفراغ ندخل رقم الفاتورة ثم نضغط على خيار اضغط لعرض الفاتورة رح تظهر لنا بيانات الفاتورة هنا بعد كذا لتسديد المبلغ كامل نفعل خيار دفع المبلغ الاجمالي ثم نضغط على التالي بعد كذا نضغط على تأكيد وطبعا اذا ودك تحفظ الفاتورة تفعل هذا الخيار الان يرسلون لك رقم كونة 4 رقام تدخل في هذا الفراغ وبالشكل هذا تم دفع الفاتورة بنجاح لمشاركة الفاتورة BDF من هذا الخيار ولمشاركة رسالة نصية من هذا الخيار هذه الفكرة بكل بساطة ولا هنا وصلنا لنهاية المقطع لا تنسونا اللايك والاشتراك بالقناة حضو شكرا لدعم القناة تابعني الاسناب والانستجرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته